موسيقى واحد بالمية لكل ولادة في العالم يأتي الطفل فيها بتشوهات خلقية في القلب تقف وراها أسباب وعوامل خطر كثيرة للتحدث أكثر عن هذا الموضوع اللي للأمانة طلب منه من كثير من المشاهدين سنتحدث عنه مع ضيفة في الاستشارة الطبية دكتور خالد السليمة استشاري قلب أطفال مرحبا دكتور خالد أهلا بك يا سبت أهلا وسهلا فيك المشاهدين حياك الله دكتور خالد ما حابت كثير أحكي في الإنترو سنترك المجال لك تشوهات خلقية يا دكتور للقلب عند الأطفال ما هي أنواحها وهل فعلا يوجد لها أشكال متعددة؟ أولا أشكرك على طرحك لهذا الموضوع والذي يهم الكثير من الناس أود أن أنوه بأن التشوهات الخلقية في القلب هي القلب هو أكثر عضو في الجسم يصيب تشوهات وذلك لتعقيد تكوين القلب أثناء فترة التكون عند الجنين أسبابها للحقيقة غير معروفة بشكل كامل نقول نحن في تخصصنا أنه ملتي فكتوري يعني عدة عوامل هناك عوامل بيئية قد يكون هناك عوامل جينية ورافية ولكن قد يكون هناك أدوية قد يكون هناك أمراض ولكن بشكل عام نحن لا نعرف السبب المباشر للتشوهات الخلقية في القلب نقسم التشوهات الخلقية في القلب إلى نوعين النوع الأول هو النوع الذي لا يسبب إزرقاق وهي أكثر شيوعا تمثل تقريبا 70 إلى 80% متشوهات خلقية في القلب والتشوهات الخلقية النوع الثاني هي التشوهات التي تسبب إزرقاق وتكون ملحوظة للأهل ملحوظة للأطباء والأهل مباشرة عند الولادة هذا النوع الثاني النوع الأول لأنه ما في إزرقاق فقدرة الملاحظة تكون أقل ولكن كذلك هناك يعني عدة طرق للكشف عن التشوهات الخلقية في القلب دكتور عندما نتحدث عن النوع الأول عند وجود إزرقاق لدى الطفل ماذا نقصد بالإزرقاق؟ هل هو فقط في منطقة الشفاة أم في أماكن متعددة من الجسم؟ سؤال مهم جدا الإزرقاق هو أن نسبة الأكسوجين في الدم منخفضة النسبة الطبيعية للأكسوجين في الدم هي فوق 93% فإذا كانت نسبة الأكسوجين في الدم أقل من 93% إذن هذا اسمه إزرقاق بالتعريف بشكل عام حين يأتي الدم من الجهة اليمنى في القلب وهي الجهة التي فيها الدم أزرق ليختلط فيه الدم الأحمر في الجهة اليسرى يسبب إزرقاق ويكون هذا منذ الساعة الأولى أو منذ الدقائق الأولى للولادة وهذا سهل الملاحظة للتمريض وأطباء الذين يفحصون الأطفال مباشرة بعد الولادة وكذلك يتم تثبيته بقياس نسبة الأكسوجين عند البيبي أو المولود الحديث مباشرة بعد الولادة دكتور كيف تتم طرق التشخيص؟ أنت قلت بأنه يلاحظ الأطباء وجود إزرقاق وقد لا يلاحظوا لأنه لا يكون من النوع الثاني لا إزرقاقي كيف تتم طرق التشخيص؟ أول طريقة وهي مباشرة وخصوصا في التشوهات الخلقية المعقدة التي تسبب إزرقاق أن يتم الشك في أثناء الحمل من قبل طبيب النسائية يعني إذا لاحظ أنه مثلا بطين غير موجود أو صمام مسكر إذن يبدأ الشك ثم يحول هذا الست الحامل إلى طبيب القلب لعمل ما يسمى باللغة الإنجليزية والطبية فيتال إيكو أي باللغة العربية هو التصوير التلفزيوني لقلب الجنين في أي شهر دكتور من الحمل؟ أفضل توقيت بين الأسبوع الثامنة عشرين يعني أربع شهور ونص إلى خمسة للكشف عن التشوهات الخلقية وتقريبا غالبية التشوهات الخلقية المعقدة التي تسبب إزرقاق إذا كان فيه طبيب متدرب على قلب الأطفال لفحص قلب الجنين يتم الكشف عنها مباشرة حتى لو كان جهاز الفحص هو 1D أو 2D الموجود في إعيادات النسائية؟ السؤال مهم حتى نبدد بعض سوء الفهم البعض يعتقد لازم 4D صحيح؟ الفيتال إيكو لا يحتاج إلى 4D هو 2D إيكو العادي اللي هو صورة تلفزيونية المعتادة لقلب ما بعد الولادة يتم الكشف عنها تقريبا ولا حاجة لل4D لعمل تصوير تلفزيوني لقلب الجنين إذن التصوير التلفزيوني هو الخيار الأنسب والأمثل للكشف عن تشوهات خلقية عند الأطفال؟ هو خط البداية خط البداية؟ ولكن أنت تحتاج إلى طبيب نسائية متدرب للنظر وفحص القلب عند الجنين ولكن خط الدفاع الأساسي للحقيقة للكشف عن تشوهات خلقية هو ما بعد الولادة يعني في الدول المتقدمة يتم الكشف عن الغالبية أعتقد قبل الولادة؟ إذا كان المستوى الطبي في البلد مرتفع إذن يتم الكشف عن الغالبية من التشوهات الخلقية قبل الولادة وهذه لها أمية لأنه أنت تستطيع أن تجعل الولادة في مستشفى مجهز لاستقبال هكذا حالات معقدة وبالتالي يكون الأهل والكوادر الطبية مستعدين للتعامل مع هذا المولود الحديث الولادة ذو التشوه الخلقي المعروف ولكن أحيانا هذا المطلوب من المستوى الطبي غير متوفر فيأتي خط الدفاع الثاني وهو طبيب الأطفال والكوادر التمريضية التي تفحص الحديث الولادة مباشرة بعد الولادة دكتور عندما قلت الأسباب التي تقف وراء تشوهات الخلقية للقلب عند الأطفال قد تكون أسباب بيئية مكتسبة وقد تكون أسباب وراثية دعنا نلقي ضوء على الأسباب البيئية أو الأسباب المكتسبة دائما ما يقل لوم على الأم يقول بأن الأم هي التي تسببت بهذا التشوه الخلقي في القلب عند الطفل إما بالتدخين أو كان لديها مرض سكري أو أصيبت بالحصوى النكافة وما إلى آخر من هذه الأمراض الممكن تصاب بها المرأة أثناء الحمل هل هذه المعلومة صحيحة وإن كانت غير صحيحة أرجو أنت صحيحة لي حضرتك سألتي سؤال مهم جدا وسأحدثك عن خبرتي في الموضوع زائد سنتحدث عن العلم ماذا يقول أولا السيدة الشرقية تشعر بالذنب مباشرة وتعتقد أنها المسبب ولكن هي لا علاقة لها إذا كانت هي لا تدخن وإذا لم تكن تشكو من أي مرض هلأ أنا ليش استثنيت التدخين والأمراض هلأ السيدة التي لديها سكري معرض الجنين أن يكون لديه تشوه خلقي في القلب خمسة أضعاف عن السيدة التي لا يوجد لديها سكري حتى وإن كانت تستخدم علاجاتها وأدويتها بشكل منتظم هلأ السكري اللي مسيطر عليه أثناء الحمل هذا ما أصدق يعني النسبة تقل بشكل كبير عظيم بالنسبة للتدخين هناك علاقة أحيانا ليست كبيرة ولكن اكتشفوا أنه التدخين عند الأم يرفع نسبة التشوهات الخلقية في القلب ولكن بشكل عام السيدة أو الأم ليست المسبب وهي تشعر بالذنب ولكن لا علاقة لها في الغالبية العظمى من التشوهات الخلقية في القلب دكتور دعنا نتحدث عن العلاجات وأخر ما توصل إليه الطب تتعدد أشكال التشوهات هل بناء على ذلك تتعدد أشكال العلاجات سؤال مهم أولا حدث طفرة كبيرة جدا في آخر 20 إلى 25 سنة في طرق العلاج تطور طب قلب الأطفال بدأ منذ حوالي 60-70 سنة صحيح غالبية التشوهات الخلقية التي تحتاج جراحة يتم علاجها جراحيا في أعمال مختلفة وكل حسب التشوه الخلقي ولكن منذ تسعينيات القرن الماضي بدأت القصاطر العلاجية ووضع شبكات لإغلاق مثلا فتحات بين الأذينين فتحة بين البطينين وكذلك الوصلة الشريانية بسدادات وبدون الحاجة إلى طبعا خلال مواصفات معينة يعني يجب أن تكون الفتحة بين الأذينين لها حواف من كل الجاد حتى تستطيع إغلاقها ولكن في آخر 15 إلى 20 سنة بدأ وضع صمامات رئوية بالقصطرة مكان الصمام الذي يحتاج تغيير فهذا تطور هائل وأعتقد هذا ما لمسناه عند الطفلة آيات الكربلائي دكتور في الحملة التي أطلقتها مؤخرا هي جاءت على امتداد سنوات بتعاون نقول أردني بريطاني واحتضنوا مستشفى الخالدي العمليات التي تم إجراءها عندما أتصفح دكتور وسائل التواصل الاجتماعي وأرى صورك صور الفريق اللي تم تعاون معه لإجراء هذه العمليات داخليا أكون مبسوطة أتشرف وأسعد بأنه لازال في الدنيا خير لازالت نوايا خيرية تسعى إلى إنقاذ الحياة حياة الأطفال تحديدا شكرا دكتور خالد السلام ونصيحة أخيرة توصلها للمشاهدين تحديدا الأهالي للكشف المبكر عن هذه التشوهات الكلمين للأم إذا لاحظت أنه البيبي الرضيع لديه صعوبة في التنفس أثناء الرضاعة نعم لدينا مشاكل في زيارة الوزن أو لدينا إزرقاق سارعي إلى طبيب الأطفال للكشف المبكر عن التشوهات الخلقية في القلب ولا تيأسوا بأنه لا يوجد علاج الحمد لله رب العالمين في تخصصنا وهذا شيء يعني يدفعنا للاستمرار الغالبية العظمى من التشوهات الخلقية في القلب لها علاج موجود إما جراحة وإما قسطرة علاجية فإن شاء الله أنه إحنا موجودين بركة جهودكم دكتور خالد سلام مع استشاري قلب أطفال الله يسلم شكرا دكتور شكرا دكتور